خرجوا ولم يعودوا ثلاثون شخصاً من أتباع الطائفة البهائية في العاصمة صنعا في قبضة جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوعة عشرة أيام ومجموعة من الشباب بينهم نساء وأطفال يرزحون في معتقل الأمن القومي بعد أن اقدمت عناصر ملثمة من جهاز المخابرات الخاضع لإدارة جماعة الحوثي على مداهمة ورشة عمل شبابية يحضرها بهائيون وقبضوا على خمسة وستين شخصاً بينهم أربع عشرة امرأة وستة أطفال كانوا يحضرون فعالية نشاط مجتمعي سلمي منظمة العفو الدولية طالبت في بيان لها بإطلاق صراح أتباع الديانة البهائية المحتجزين لدى جهاز المخابرات وهو ما وصفته باضطهاد فاضح للأقلية الدينية تبدو هذه الأقليات الدينية كالبهائية ومن قبلها الطائفة اليهودية وقد أصبح شأنها شأن الأحزاب السياسية والنشطاء والصحفيين المناهضين لجماعة الحوثي التي استهدفتهم منذ اجتياحها العاصمة صنعاً فصار الجميع مجرد أهداف ضمن قائمة طويلة بالنسبة للحوثي وحليفهم صالح اللافت هنا هو استمرار جماعة الحوثي في ارتكاب جرائمها دون الالتفات لكل النداءات الدولية حيث ما يزال الآلاف من المعتقلين والمخفيين قصراً في معتقلات سرية تابعة لجماعة الحوثي وصالح ممن يعدونهم خصوم وتعرب منظمات محلية ودولية وبلدان عن قلقها إزاء الأوضاع التي وصلت إليها حالة حقوق الإنسان في اليمن في ظل سلطة الأمر الواقع إذ تحاول جماعة الحوثي وحليفهم صالح إخضع المواطنين بكل الأساليب بما فيها الاختطاف والترهيب والتعذيب الذي بلغ في أغلب الأحيان حتى الموت